لن يهنأ الأمريكيون في المنطقة بعد اغتيالهم الشهيد سليماني وستكسر عظامهم ويطردون من المنطقة رسلة وجهها قائد قوة قدس في حرس الثورة إسماعي القآن من كرمان ليصل صداها إلى من يعنيهم الأمر نقول للأعداء إن هزمتكم وانتقامنا من أمريكا قد بدأ لن يكون لديكم الأمان حتى في داخل منازلكم وليس من المستبعد أن ننتقم منكم في عقل ذلكم فالأمر ليس هكذا أن يغتالوا بطلنا ثم يعيشون بهدوء إلى مزار يقصده المحبون تحولت روضة شهداء في كرمان من كل أنحاء إيراناجاء نساء ورجالا شبا وشبابا يبكون عزيزا ويستذكيرون فضائله الحاج قاسم كان إنسانا متواضعا يدافع عن الإنسان والمستضعفين هم يعتقدون أنهم قتلوه الحاج قاسم كالشمس ولن تمنع السحب ضوءه عن الناس الشهيد سليماني كان شديدا على الأعداء وعطوفا ورحيما على المسلمين نتمنى أن يكون الانتقام الشديد قريبا ويبعث الأعداء على الندم معظم هؤلاء لم يروا الشهيد سليماني عن قرب في حياته لكنهم يعرفونه معرفة عميقة هم يؤكدون أنه حي في قلوبهم وأن إرثه جهادي سيبقى خالدا في أذهان كل حر في العالم ميكرماني يؤكد القادة العسكريون هنا على حق الانتقام انتقام قد يؤخذ في عقر دار أمريكا أمن محوار المقاومة الذي أراد الأمريكيون إضعافه فإنه سيقوى مثل ما أراد له الحاج قاسم سليماني حسب تعبيرهم ملك عابدة كرمان الميادين